نجح عدد من مواطن محافظة الوادي الجديد في عمل مجسمات فنية من مخلفات الورق والكرتون يأتي ذلك ضمن المبادرة التي شهدتها المحافظة لاختيار مدينة الخارجة مدينة صديقة للبيئة والمناخة فضلا عن تدريب تلاميذ المدارس على هذه الحرف اليدوية في خطوة نحو التميز والابتقار نجحت مجموعة من المواطنين في الوادي الجديد في صناعة مجسمات فنية من مخلفات الورق والكرتون ضمن جهود تحويل النفايات إلى أعمال فنية المبادرة التي شهدتها محافظة الوادي الجديد جاءت ضمن اختيار مدينة الخارجة صديقة للبيئة والمناخ فضلا عن تدريب تلاميذ المدارس على هذه الحرف اليدوية من بقايا الورق المقوى والإسفنج ليستخدمه بعد ذلك في صنع أعمال فنية من الزخارف إلى القطع المنزلية المحافظة عندنا تبنت فكرة استغلال خامات البيئة وكان على أوائل الخامات دي طبعا خامة الورق الموجودة عندنا في كل البيوت استغلنا فترة الصيف وعملنا ورشة عمل مع الأولاد والجران وحبا يبنى وكده ابتدت الأطفال تستغل الخامات بدل ما كانوا بيرموا الكراسات والورق استغلناها في عمل أشكال نفعية وأشكال جمالية طبعا في نفس الوقت الأطفال بيقضوا وقت الفراغ بتاعهم بشكل مفيد وعملي المحافظة من جانبها تعمل على دعم الأشكال الفنية والمجسمات من خلال تنظيم معارض في إطار حصول مدينة الخارجة مدينة صديقة للبيئة فضلا عن تنظيم ورش عمل للأطفال في المدارس خلال الإجازة الصيفية لاستغلال وقت الفراغ وترسيخ فكرة تدوير المخلفات في عقولهم منذ الصغر ترجمة نانسي قنقر